أبونا إبراهيم يعني إحنا الحقيقة استمتعنا جداً بالحوار وعارفين إنك مشغول جداً وطبعاً يعني ليلة احتفال نتمنى فيها كل الخير والسلام والمحبة كلمنا عن يعني هل بقى ستدق أجراس الكنيسة منذ الصباح كلمنا عن بعض الحاجات كده البسيطة جداً سريعاً لأنه خلاص قاربنا على ختام الحلقة يعني إحنا خلاص بنستعد للاحتفال كمة الاحتفال بعد ما خرجت كل المجموعات الكشفية بعد استقبال غبطة البطريارك بعد الصلاة في كنيسة المهد وفي مغارة الميلاد وبعد العشاء اللي هيكون دايماً على شرف الرئيس محمود عباس أبو مازن هو بيكون مع غبطة البطريارك مع الرهبان الفرانسيسكان مع كل الشخصيات وكل المؤسسات المسيحية والإسلامية في فلسطين كمة الاحتفال بيكون هو كداس منتصف الليل اللي بيطرقص غبطة البطريارك وبعدين بيكون هذه الدورة الجميلة اللي هو بيكون بالتفل يسوع من كنيسة سنت كاترين إلى مغارة الميلاد وبيضع هذا التفل إلى عيد الغطاس فبيكون كمة هذه الاحتفالات وفي هذا القداس احنا هنصلي هنصلي لكل إنسان في العالم هنصلي لكل الأمة العربية هنصلي لكل إنسان مظلوم هنصلي لكل إنسان محتاج هنصلي لكل إنسان بيعاني هنصلي من أجل إنه العام القادم تكون أجمل من هذا العام هنصلي إنه الله يزيل هذا الوباء ونرجع نعيش حياتنا الطبية هنصلي كمان إنه دايما نعيش بمحبة بإخوة بسلام هنصلي من أجل إنهاء الاحتلال هنصلي من أجل إنه الإنسان يعيش بحرية بكرامة بمحبة هذه هي أمنياتنا وهذا هو أمالنا وهذا هو صلاتنا في هذه الليلة المقدسة أمي الليالي اللي فيها فعلا زي ما بنقول السماء والأرض يتصلح أو إنه الإنسان بيتصلح مع الجميع وبيعيش بسلام مع الجميع وهذا عيد الميلاد إن إحنا نعيش بسلام نعيش بفرح نعيش بمحبة بنعيش بسعادة كلنا مع بعضنا البعض بشكر حضرتك جداً